أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة التاسعة والعشرين من قوافل ستر وعفية بمركز فرشوطة بمحافظة قنة تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للأهالي وذلك بمشاركة سبعة عشر كيانا من كيانات التحالف حيث تشمل القافلة قافلة طبية متعددة التخصصات للكشف والعلاج والمتابع وقياس النظرات الطبية والضغط والسكر وكذلك تركيب أجهزة تعويضية كما تتضمن القافلة توزيع المواد الغذائية واللحوم بجانب إقامة معارض للملابس وأقطية للشتاء ومسرح للعرائس وكرنفال للأطفال بالإضافة لفصول إعادة تدوير وترشيد استهلاك وغيرها من الأنشطة